شو هي أسباب ضغوطات الحياة؟ احنا أولاً عايزين نتكلم على مفهوم الطب النفسي والضغوط الحياة كل إنسان عايش على وجه الأرض من ساعة ما يسحل حد ما ينام بيقابل ضغوط حياتية أو بمعنى صحيح مؤثرات حياتية صحيح هنحفظ على لفظ ضغوط لما تبقى المؤثرات أشد من العادي نورمال طبيعي أننا طول النهار في مؤثرات حياتية شغل، حياة، أسرة، أولاد، مواصلات والأمور ماشية وما فيش أي مشاكل صح إمتى بقى نشعر أن لا الموضوع بقى ضغط الموضوع بقى مشكلة أي موقف أو أي حدث يستقبله الإنسان كمهدد لاستقراره الجسدي وارتياح باله النفسي هنا يبقى ده ضغط مؤثرات الحياة كتير وضغوط الحياة ما قلنا كتير ضغوط الحياة عندنا في أربع جهات ضغوط من البيئة البيئة إحنا عايشين فيها التلوث ده ضغط لو مجتمع أو بيئة مليانة جرائم في بعض المجتمعات الجرائم فيها عالية ده ضغط لو الأمان غير متوافر ده ضغط لو كوارث طبيعية ده ضغط إحنا شفنا كلنا الفترة اللي فاتت صحيح نعم الكوارث اللي حصلت في إخواننا في المغرب وفي ليبيا هل تعتقد الناجين من هذه الضغوط ما بيعانوش أكيد أي حد فينا يتخيل نفسه في موقف زلزال أو في موقف فيضان أدى إلى كوارث بالطريقة دي أي ضغط نفسي عايش فيه ده جاي من البيئة الله يعينهم إن شاء الله وربنا يعديهم الأزمة دي على خير في ضغوط مجتمعية المجتمع عندنا إحنا كبشر بنتعامل مع بعض جواز طلاء حم ولادة كل دي ضغوط هل السؤال الوقتي هل كل واحد بيعدي بهذه الضغوط بيتعب تماما لا في ناس عندهم تحمل الضغوط إلى أبعد الحدود في ناس تحملهم للضغوط إلى أقل ما يكون وفي ناس دكتور يتحملون 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 بعدين ينفجرون ده هنا المزمن ضغط نفسي مستمر مزمن كيف يعني ضغط نفسي مستمر مزمن؟ النهاردة أنت موجودة في مكان مش شايفة له نهاية بمعنى أنا بشتغل في وظيفة مش رضياني لكن ما عنديش بديل لها مضطر قبلها وأنا كل يوم بتحمل وتحمل بتحمل حيجي وقت هنهار مع احترامي للجميع واحدة أو واحد في جوازة مش مرتاح فيها لكن مش عارف يطلع منها مش عارفة تطلع منها عمالة كل يوم تتحمل كيف بعد 20 يتقولك أنه هذا تطلع بعد 20 سنة تقولك آه أنا متحملة ده ضغط كورونيك ضغط مزمن بقالها عايشة في 20 سنة بتحاول 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 لغاية ما هذا اللي نسميه نحنا هدوء قبل العاصفة زميه هدوء قبل العاصفة سميه قرار بعد ضغط نفسي مزمن مستمر هنا دي النقطة المتكلم فيها الضغط مصدرتين الضغط النفسي عارض فيسيولوجيا بس أبا أنا وهي يعني كل ما زادت في البداية مثل ما ذكرت أن الحمل الولادة الزواج الطلاق الأبناء كذا هذا كل من المسؤوليات يعتبر أيضا كل ما زادت مسؤولياتنا في الحياة زادت طغوطنا أيضا أكيد متطلبات الحياة معاكي أنت قادرة تتعاملي مع متطلبات معينة زاد عليك المتطلبات زاد عليك الديون ده ضغط زاد عليك الشغل ده ضغط زاد عليك متطلبات الأسرة ده ضغط الحامل ضغط من دبنا برضا غريبة أول أنك تحسي بيها ضغط فيسيولوجي مراحل النمو في مرحل المراهقة النمو السريع للمراهقين تضغط نفس جديد عشان كده بنلاقي كتير أوه الفترة دي بيعانم ونفس الكلام كبار السن لما يطلع المعاش أو يبقى تغنى في حتها الشيخوكة ضغط استدهت في فترة معينة من عمرها بنسميها فترة السعادة فترة الراح سموها زي ما تسموها مش عايزين نستعمل لفظ القديم تغييرات الهرمونات تصير اللي انقطاع الهرمونات وبدأت تبدأ تغييرات فيسيولوجية في جسم الستات ده ضغط كل الضغوط دي لها تأثير هتتحملها أو هتتحملها الشخص أو لا تحملها تعفاعل معاها ولا عند جد ما قدرش هنا هيبدأ يتعب ويبدأ عندنا بعض المعاناة المعاناة مش نفسية بس المعاناة نفسية جسدية أمراض القلب بتيجي منين جدا ظهر له السكر عنده خمسين سنة ليه أصلا كان حصلت حالة وفاة وكان تعب نفسيا ضغط نفسي مر به أظهر له المرض اللي هو عنده استعداد لي نهيكي بقى عن أمراض النفسية زي القلق والاضطراب والوسواس والحاجات دي تانية النفس البشرية والجسد للتنين مكملين لبعض انت مش واحد انت تنين جسد ونفس الناس مش مستوعبة كده النفس بتتعب القرآن قال لنا في نفس مطمئنة في نفس أمارة بالسوق في نفس الأوامة إذن في نفس مش بس نتعمل مع الجسد كجسد الجسد ده أصدمة عبارة عن جسم أعضاء لكن في نفس بتحرك في مشاعر مين مشاعر؟ منين جاء المشاعر؟ من النفس الناس مش فهمة كده ترجمة نانسي قنقر